بعاء لقضاء الدين في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وروا التلمذي وحسنه وصحه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أعلمك دعاء لو كان عليك جبل من دين أداه الله عنك قلت بلى يا رسول الله قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك كرر هذا الدعاء كثيرا أيها المدين وسوف يغنيك الله من فضله وتسدد ما عليك من الدين